وقفات احتجاجية جديدة نظمها المعلمون في كل من بلدات أبو حمام والكشكية شرقية دير الزور التي تصيذر عليها قوات سوريا الديمقراطية زيادة رواتب المعلمين وتحسين وضع المدارس في المنطقة من أهم المطالب التي نادى بها المعلمين علما أن هذه الوقفة هي ليست الأولى من نوعها ورغم تكرار الاحتجاجات من المعلمين لكن لا يوجد أي استجابة من الإدارة الذاتية من أسباب الوقفة الاحتجاجية أن بعض المدارس في المنطقة لا تتوفر فيها مقاعد دراسية مما يجبر الطلاب الجلوس على أرضية ترابية كما أنها تفتقد للمستلزمات المدرسية والقرطاسية حسب ما ذكرت عينب بلدي غياب الرقابة عن المدارس ساعد على انتشار عمليات سطو وسرقة للمدارس حيث طالب الأهالي بتعيين حارس لها لكن كان طلبهم دون رد احتجاجات المدرسين بدأت منذ آذار الماضي للمطالبة بالأمور ذاتها شملت محافظة الحسكة وديرزور وعندما وصلت رياح الاحتجاجات إلى الرقة قامت قوات قسد بحملة اعتقالات طالت المعلمين الذين رفضوا الاستمرار بعملهم اشتركوا في القناة